بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا سألنا الآباء والأمهات ما هو أكثر شيء أريد أن أغرسه في أبنائي تقريبا معظم الإجابات سوف تكون أبي أغرس تحمل المسؤولية أن عيالي فعلا يصلون إلى مرحلة أنهم يتحملون مسؤولية أنفسهم طيب شيء جميل أن عيالنا يتحملون المسؤولية لكن للأسف الشديد إحنا أكبر عائق في غرس المسؤولية في أبنائنا شلون؟ خلق أعطيكم مثال رحت أنا بحثت في عند المفتي جوجل وقلت له كم عدد الخدم الموجودين في منطقة الخليج أنا أصبت بالرعب حقيقة شيء مخيف يعني عدد الخدم الموجودين عندنا في الخليج يعني هاي عدد دولة من دول العالم خمسة مليون خمسة مليون عامل وعاملة موجودين في منازلنا وبيوتنا هذين الخمسة مليون سووا زرعوا فينا مرض خطير اسمه الكسل كسل الآباء والأمهات وكسل الأبناء شيء غير طبيعي طيب إذا غابت هذه المسؤولية عن بيوتاتنا ما الذي يحدث أول شيء الاتكالية نتكل على الخدم في كل شيء ماري يبي ماي ماري ودي الولد ماري شيء للبنت ماري حط الغداء ماري شيء للغداء كل شيء على هؤلاء الخدم الذين سيطروا على بيوتاتنا أصبحنا لا نستطيع أن نعيش بدونهم وأيضاً من الجانب المالي أيضاً هناك مبالغ باهظة تدفعها الأسر الخليجية لإحضار الخدم ولدفع رواتبهم إذن قضية الاتكالية ثانياً ضعف الهمة والطموح أنا لما يصير عندي كل شيء ويتوفر لي كل شيء ولا أقوم بأي شيء ما الذي يجعل عندي طموح وعندي همة وأريد أن أقوم بأشياء كثيرة جداً لا يمكن ثالثاً غياب الأهداف هذا ولدي وهذه بنتي عبد الله وفاطمة إذا حصلوا على كل شيء وهناك من يخدمهم في كل شيء ما الذي يجعل أن يكون لهم أهداف يسعون لتحقيقها وهو كل شيء متوفر عندهم كل شيء متوفر عندهم طيب ما العلاج كيف أعالج هذه المشكلة المشكلة هذه أعالجها بهذا القانون الرائع الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي يكفل يعني يضمن من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأضمن له الجنة الجنة مقابل أنني لا أسأل الناس شيئاً نعم الجنة فقال ثوبان أنا يا رسول الله طبعاً ثوبان عاش بعد وفاة الرسول عمر طويل وكانوا الصحابة يرونه لا يسأل الناس شيئاً ما يسأل حد أبداً ما دام هو في صحته وعافيته فأنه لا يسأل الناس شيئاً يبولي ماي يبولي تشاي حطوا للغد أبداً هو يفعل كل شيء بنفسه ثوبان بل في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه ومعهم ثوبان فقال عليه الصلاة والسلام ألا تبايعوني قالوا على ماذا يا رسول الله قال على ألا تشركوا بالله شيئاً وأن تقيموا الصلوات الخمس وأن لا تسأل الناس شيئاً مبايعة فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الإشراك وبايعناه على الصلوات الخمس وبايعناه على أن لا نسأل الناس شيئاً طيب إذا أنا طبقت هذا القانون ما الذي يحدث فيه فعلاً ما الذي يحدث لي أولاً من الداخل أفكاري تبدأ تتغير أبدأ يصير عندي نشاط وأفكاري السلبية تبدأ تختفي لن أعتمد على الخادمة على فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها خدم كان عندها خدم من الصحابة وكان عندها خدم أيضاً من الجاريات أم المؤمنين عائشة كانت عندها خادمة تسمى بريرة هذه الخادمة لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في بيته فقالت إذا دخل بيته كان في خدمة أهله ما اعتمد على الخادمة كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته أي عليه الصلاة والسلام كان قمة في تحمل المسؤولية فعلاً هذا الذي نحن نريده لأبنائنا اغرس المسؤولية في أبنائك تلقي شعلة نشاط تلقي عندها طموح وعندها أهداف وعندها همة عالية لا مثيلة لها السبب في ذلك تطبيقنا لهذا القانون طيب شلون لقمان الحكيم عليه السلام علم ولده تحمل المسؤولية فاش قال له قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور هذه من عزائم الأمور من الهمم العالية أنك تقيم الصلاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويكون عندك الصبر على شدائد الأمور تتحملها عندها شوفوا عيالكم شون يصيرون يجب أن نطبق هذا القانون قانون رائع وجميل في مجال السلوك والتربية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر